اشتركوا في القناة 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 سبق الله العلي العظيم يا شعب العزة منذ بدء الخليق والمجتمع البشري يعيش حالة من الصراع بين الحق والباطل بين الخير والشر بين المظلوم والظالم وبين المؤمنون بالحق والمتمسكين برسالات السماء وبين الظالمين والمستكبرين والجبابرة حيث لاقى هؤلاء المؤمنون وفي طليعتهم الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام فضلا عن أتباعهم والسائرين على نهجهم كل أنواع القتل والتعذيب والقمع والتهجير والمطارجة والسجن والحصار وقطع الأرزاء وبالرغم من بكل هذا لم يفلح الطغاة والظلمة من القضايا على الحراك الثوري المقايم والمناهض لإجرامهم وضطشهم وظلمهم وما يعيشه شعبنا الصامد اليوم من ظلم وقمع وسجن وحصار وغير ذلك من صنوف الإجرام والإرهاب ليس من فصلا عن هذا التاريخ بل إنه امتداد لصراع الحق مع الباطل صراع يتقلب من المؤمنين الصبر والثبات والتحدي والعزم والإصرار والمثابرة صراع يحسم بالإرادة الإلهية في نهاية المطار لصالح المؤمنين من هنا ونحن على أعتاب الذكرة الثالثة لثورتنا المباركة منتصف شهر فبراير المقبل نخاطبكم يا شعب العزة وبالرغم من كل الآلام والجراح والمعاناة والتدحيات نخاطبكم بروح الثائرين وبصلابة المقاومين نخاطبكم بقلوب عامرة بالأمل وبنور الشهداء والصديقين ونعلن بإننا نجدد العزم والقرار بالاستمرار في طريق الثورة ضد الدكتاتور حمد حتى إسقاط عرشه المتهاوي وطرد المحتل السعودي وحتى ينال شعبنا حقا ثابت والمشروع في تقرير مصيره واختياره نظامه السياسي الذي يلبي طموحاته وتطلعاته ختاما متقدم بجزيل الشكر والتقدير لأهالي هذه البلدة المستضيفة لفعالية ساعة العزة ساعة العد التنازلي وننوح إن ساعة العزة ستواصل تنقلها بين مدن البحرين وبلداتها حتى يحين موعد عصيان العزة منتصف شهر ثبراير الثورة مؤكدين من خلالها على الاستعداد والتعبئة والتهيئة لخوض الاستحقاق التاريخي في الذكرة السنوية الثالثة لثورتنا المجيدة ضد الظلم والاستبداد فكونوا يا أبناء شعبنا الصابر المضحي على أهبة الاستعداد واشحذوا الهمم لخوض هذا الاستحقاق والتحدي بكل عزم وإرادة وبمعنويات عالية فلم يوقفكم الإرهاب الخليفي السعودي فيما مضى ولم يوقفكم اليوم ولم يوقفكم في الأيام القادمة ولنا معكم لقاء تعبوي آخر يا شعب العزة في بلدة أخرى من بلدات بحرين العزة والكرامة نعلن فيها عن اقتراب ساعة العزة أكثر وأكثر من موعدها التاريخي ومن نصر إلا من عند الله العزيز الجبار اللهم ارحم شهدائنا الأبرار وثبت لهم ولنا قدم الصدق عندك يا كريم اتلاف شباب ثورة الرابع عشر فبراير الخميس السادس عشر يناير كانون الثاني الفان والرابع عشر البحرين المحتلة